سوّت مسابقة وطنية لعلوم الروبوت الثالثة تقول شنو فيها بحب رح رويكم على إشلون اهتمام الدولة وللأسف وزارة التربية في دعم هذه المسابقات العلمية أحد الإخوان الفايزين الطالب الذكي حصل على مركز في هذه المسابقة الوطنية لعلوم الروبوت شو تتوقعون ها ديتا سيارة ألف دينار خمية دينار ميتين دينار بحجة وحمدان المفايز المسابقة على الأقل خمسمة يعني أمية دينار لا يا أبو أحمد صاحبة خمسين دينار لا 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 عشرين دينار يا أبو أحمد صلع النبي زينو حوزات التربية هذه تدعم العلم عشر دينار عشر دينار يا أبو أحمد صلع برنامجك أحسن خمس دينار يا أبو أحمد عيب إحنا بالكويت دينارين يا أبو أحمد بس حرم عليك شوفوا الهدية اللي عطوها لمتسابق فاز في بطولة مسابقة الوطن لعلوم الروبوت شان عطيتوهم من المكيفات والآلات اللي احترقت شوفوا التقرير اللي أطنية مخرج طالب حاصل على المركز الثالث في مسابقة علمية بالكويت يا خيبة يا بعدها حتى لو مدرسة بوك هذي مباعب مكبل المباركية مع قلم هدية ومادر شنو هذي ميدالية ومسباحة على علم الكويت من الصين لو حسبتهم هذي يمكن يبعون البكج بالمباركية بسبعمية وخمس فلس ويمكن على نص دينار هل معقولة وزاة التربية في مسابقة علمية أو أن هذه المدرسة يا معالي الوزير تعطي طالب فايز بالمركز الثاني وقالوا بيعطونهم ممية وخمسين وما استلموها ممية وخمسين لما لحين تصرف الميزانية بذمتكم هذي هدية طالب بوك قلم مسباح ميدالية ميدالية هذا الست يمكن ينبع بسبعمية وخمسين نص دينار بالمباركية والله العظيم قمة الأحباط يعني علقة العطو ميتين دينار ثلاثيمائة دينار استعمل ويا لاتكم ما عطيتوها لديها ومننا إلى وزير التربية شوف شو الموضوع تغليل بعد